تتواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بسيدة زينب وتتضمن الفعاليات إنشاداً دينياً وموسيقى عربية وفنوناً شعبية وتراثية فقرات فنية وغنائية فنون شعبية وتراثية تجدها على مصرح وزارة الثقافة ضمن فعاليات افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب الحديقة الثقافية هنا النهاردة السنة دي فيها كل قطاعات أو معظم قطاعات وزارة الثقافة من الفنوية التشكيلية من هيئة الكتام اللي هيئة عن مقصول الثقافة من مركز القوم للطفل من المجلس الأعلى للثقافة الحديقة هي الوحيدة من نوحة على مستوى مصر بدأنا في جذب أطفال من مناطق أخرى ليس فقط من حي السيدة زينب عندنا يعني الفعاليات مختلفة من أنشاطة غناء موسيقى ورش حكي رسم وفي دورات ورش عمل بتتعمل موجود معنا أيضا بعض المجالس القومية وبعض المؤسسات العربية وبعض الدول زي فلسطين وزي اليمن وزي الصين يعني اللي هيجي سيدة زينب هيلاقي كل الأشياء هيلاقي كل أنواع الفنون هيلاقي كل أنواع الثقافات وسط حضور جماهيري كثيف تتضمن الفعاليات برنامجا مكثفا من معرض للكتب لإصدارات قصور الثقافة وبأسعار تصل إلى ثلاثة جنيهات بالإضافة لمعرض للفنون التشكيلية والرسم وعروض مصرحية للعرائس والسيرة الهلالية فضلا عن تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة الرسم ضمن مسابقات وزارة الثقافة فرحان جدا جدا ورسمت الرسمة دي عن أهل سيناء وجمال سيناء والراجل الفلاح اللي بيزرع وصحرة سيناء ونخل سيناء وبيوت سيناء نفسي أطلع في الننا كبيرا وأنا شاركت في المسابقة لأن أنا موهبت الرسم أنا كرب أسرة بجيب ولادي معايا فعلا بستمتع بكل الأنشطة الموجودة داخل الحديقة الحض المرسود أو اللي بتقام هنا في الحديقة يعني أو اللي بتقوم بي وزارة الثقافة أنا باجي هنا بجيب ولادي وكده معايا بناتي وحلوة أو إنهم يستفادوا ويتعلموا ويشوفوا مشاء الله المصارح بتاعتهم والحاجات الحلوة والتمثيل والحاجات الحلوة اللي بيقدموا وتستمر ليالي رمضان حتى يوم عشرين من الشهر الكريم والتي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي توفرها مؤسسات الدولة لمختلف فئات المجتمع كاريم بيبرس التلفزيون المصري